السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أحباتي وعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي مستر جودة معاكم من قناتكم جودة عودة ويسعدني أن أقدم لكم فيديو جديد من فيديوهاتنا ولكن أحباتي قبل أن نبدأ الفيديو نبدأ أولا بتكريم الطلبة والطالبات اللي جاوبوا إجابات صحيحة عن الكوز السابق تعالوا مع بعض الأول نشوف الكوز كان إيه وإيه هي إجاباته الصحيحة مسابقة الفيديو السابق كانت عبارة عن ثلاث أسئلة اختيار من متعدد تعرفين الأسئلة بتاعتنا مستوها مرتفع قليلا فممكن تجي لنا تركات في الامتحانات فياريت الكل يركز معايا وإحنا بنجاوب دلوقتي اللي جاوب على الكوز يركز واللي مجاوبش برضو يركز عشان يستفيد معنا وبفكركم أن في مسابقة في نهاية الفيديو اللي احنا بنسمعه دلوقتي ده ياريت الكل يدخل عليها بعد ما يسمع الامتحان ونجاوبه مع بعض يدخل على المسابقة ويجاوب عليها في التعليقات أول سؤال عندنا أنا بحب أنام والستير مفتوحة هنا جاية صفة يا جماعة لأن يبقوا ممكن تجي صفة طيب راسدر مدينة جميلة وشواطئ بجانبها الولد رقم ايه بيسأل سؤال بيقول له طبعا مع من تعيش هم بتسأل عن المفعول طب لو فيه كنا برضو اخترناها لأنه بتسأل برضو عن الفاعل والمفعول اتنين مع بعض بس هم بتسأل عن المفعول فقط بنبارك لكل أبطالنا أبطال القناة اللي قدروا أن هم يجاوبوا عن الثلاث أسئلة معا تعالوا ندخل لوحة الشرف للقناة ونكرم أبطالنا وهنبدأ بأول اسم قام بالتعليق بالإجابة الصحيحة وهو طالب أحمد محمد وهبة شبين الكوم أسماء الدياستي منية النصر أحمد أشرف مصر حنين عمر جنوب سيناء مروى إسماعيل قنى إسراء إبراهيم ماضي أسيوت يستين عوني العاشر من رمضان عبدالصادق أبو مانع الإسماعيلية مريم محمد غالب مريم أيمن ربيع الجيزة البدرشين شيماء شريف الغربية نور محمد فوزي الجيزة رنين رمزي الغربية منا سيد أحمد بنسويف سمية زكريا أسيوت أحمد خالد القاهرة سارة رمضان العمروسي البحيرة ملك شريف الجيزة روجينة عصام القليوبية رؤى عصام القاهرة سيف مجدي أحمد قنى ألف ألف مبروخ لك وأحبتنا ودعواتنا لكو يا رب بدوام التفوق بإذن الله فيديو النهاردة أحباتي هو فيديو هام للصف الثاني الإعدادي هو عبارة عن امتحان على الوحدة التانية امتحان كامل ومطابق لأحدث المواصفات هنحلوا مع بعض على الوحدة التانية ما تنسوش هسيب لكو أسفل الفيديو جميع فيديوهات الصف الثاني الإعدادي اللي حابب أن هو يطلع عليها هتلاقوها أسفل الفيديو في صندوق الوصف وما ننساش إخواتنا الفلسطينيين وإخواتنا اللبنانيين أن ندعو الله سبحانه وتعالى أنه يثبت أقدامهم وينصرهم ويسدد رميهم وينصرهم على أعداءنا وأعداءهم يا رب العالمين نبدأ ونقول بسم الله على بركة الله نبدأ أول سؤال أول سؤال عندنا هو سؤال استماع المفروض أن نحن هنستمع إلى قطعة إن شاء الله هنستمع إلى قطعة دلوقتي وبعد ما نستمع إلى القطعة هنجاوب على الأربع سؤالة اللي قدامنا القطعة بتقول من الأمال بتعتني بهم؟ تمام هسيب لكم تلات أربع ثواني كده علشان تجاوبوا قبل ما أنا جاوب طبعا أنتوا عارفين المعادة الأسبوع بتاعنا هو يوم الحد والأربع النهاردة الخميس للأسف لما أتمكن أمس من تنزيل الفيديو بتاعكم حصل مشكلة كده معرفتش هنزل الفيديو بتاعكم في اليوم المعتاد بتاعه فنزل النهاردة وأنا بعتذر عن هذا التأخير إن شاء الله هننتظم بإذن الله كل يوم حد وأربع في فيديوهات الصف الثاني الإعدادي ولو عندكم أي سئلة هيريت تسيبها لي في التعليقات إن شاء الله من مجرد ما هشوفها هيردلكوا عليها أمال أمال شغلة أي بيشنت ولا تيتشر ولا دوكتور ولا نيرس تمام زي ما سمعنا في القطعة كده هي نيرس الهوزبيتال كان إيه؟ الهوزبيتال كان إيه؟ أيواء بيزي مزدحم أمال is looking forward to going home and having a تمام أشاور ننتقل إلى السؤال التاني complete the following dialogue المحادثة بتاعتنا ياسر wants to buy a jacket at the closed shop لازم نقرأ الintroduction sentence لأنه ممكن نستعين بها بقوة المحادثة وده اللي حصل فعلا في أول جملة هنستعين بالإيه؟ بالintroduction sentence الشوب assistant اللي هو البيع how can I help you؟ يعني معناها أي خدمة ياسر هيرد عليه يقول له إيه؟ تمام أنا أريد أن أشتري jacket I want to buy a jacket وعرفناها منين؟ من المقدمة الشوب assistant بيسأله السؤال فقال له I want it medium please أنا محتاجه متوسط أو حجمه متوسط تمام what size برافو للسؤال عن الحجم استخدم what size نجيب الفعل المساعد من تحت مش هلاقي فعل مساعد بس الجملة دي مضارع ومعهاش S فعلي معهاش S هنا يبقى do يبقى what size do you الآي بتتحول you want it what size do you want it أو what size do you want طيب what color would you like أي اللون اللي أنت محتاجه هنقول أي color يختر ببالنا مثلا وليكن اللون الأبيض يبقى I want أو I would like white jacket أو يسألني what color would you like ممكن أجاوب I would like قال له here you are تفضل هننسأل سؤال قال له yes it's good يبقى أكيد سأله هل عجبك يعني هل عجبك do you like it تمام do you like it قال له yes it's good how much is it كم سمنه هنضرب أي سمن نقول مثلا ربعمائة جنيه وليكن يبقى it's 400 pounds ربعمائة جنيه لو أنتوا شايفين أن في إجابات تانية ممكن تنفع يارد تكتبوها لي في التعليقات وأنا بمجرد ما أشوفها هرد عليكم إن شاء الله سؤال الثالث عندنا قطعة وعليها بعض الأسئلة أنا ناسي أقول واذكر إن صاحب هذا الامتحان هو الدكتور محمد شوقي ماشي يا شباب الدكتور محمد شوقي صاحب هذا الامتحان الرائع بصراحة الامتحان جميل جدا teenagers need many things to feel happy المراهقين بيحتاجوا الكثير من الأشياء لكي يشعروا بالسعادة they should get lots of rest هم يجب أن يحصلوا على الكثير من الراحة they often don't sleep enough هم غالبا لا يناموا بكمية كافية but this is a time in your life ولكن هذا وقت في حياتك when you need a lot of sleep عندما تحتاج الكثير من النوم young people الشباب who sleep 8 to 10 hours اللي بيناموا من 8 إلى 10 ساعات a night في الليلة are much happier هم أكثر سعادة teenagers المراهقون should be friendly يجب أن يكونوا ودودين it's good to be alone sometimes من الجيد أنك تكون لوحدك في بعض الأحيان but people need each other ولكن الناس بتحتاج كل منهم الآخر كده هسألني يقول each other دي بتعود على مين spend the time the way with your family مع أسرتك and also try to make new friends وأيضا حاول أن أنت تكون أصدقاء جد because this makes teenagers happy لأن ده بيخلي المراهقين سعداء teenagers المراهقين need to go outside بيحب ويخرجوا people need nature to be happy الناس بتحب الطبيعة علشان تكون سعيدة go to the desert اذهب إلى الصحراء or the river أو النهر if you live in a city go to the park لو أنت بتعيش في مدينة هبتو اذهب إلى الحديقة you should help other people يجب أن تساعد الآخرون أو الناس الآخرون when you do something kind for someone else عندما تقوم بشيء قيب لشخص ما this makes you feel happy too هذا يجعلك تشعر بالسعادة أيضا try it جربها you feel really good أنت تشعر حقا بأن أنت كويس teenagers should be grateful teenagers يجب أن يكونوا تمام grateful ممتنين شكورين بيشكروا الناس يعني one of the best ways to be happy واحد من أفضل الطرق أن أنت تكون سعيد is to remember the good things أنك تتذكر الأشياء الجيدة in your life في حياتك and feel pleased about them وتشعر بالسعادة أو بالسرور بشأنهم طيب number one people should sleep space hours a night تمام eight hours يجب أن ينام الناس 8 ساعات في الليلة someone who lives in the city الشخص اللي بيعيش في المدينة can go to the space to enjoy the nature يمكن أن يذهب إلى أيه يستمتع بالطبيعة أيوة park زي ما وردت عندنا في القطع أو if you live in a park لو أنت بتعيش فيه في سطر ده يبقى ممكن تروح للpark لو بتعيش في السري a grateful person الشخص الشكور الممتن is the one whose best people أيوة who sank is people لاختيار رقم ايه طيب الأسئلة أربعة وخمسة وستة هي أسئلة مباشرة what's the main idea of the passage ما هي الفكرة الرئيسية للقطع هنقول الفكرة الرئيسية للقطع أن الحياة الصحية للتيناجر healthy life for teenagers طيب what do the underlined words each other refer to بتشير إلى أي كلمة each other طبعا يساعد هو بيقولك it's good to be alone sometimes but people need each other ولكن الناس بيحتاج كل منهما الآخر بيبتشير إلى people it refers to people in your opinion في رأيك what's the best way to be a happy teenager ما هو أفضل طريقة لكي تكون teenager سعيد مراهق سعيد هقولي أن أنت تأكل كويس وتنام كويس يبقى إيه sleep well and eat healthy food sleep well and eat healthy food أعتقد أنه هو ده الشيء تخلي بالك ممكن يكون الاتقاد بتاعك مش موجود في القطعة تمام يعني healthy food مش موجودة في القطعة بس أنا ذكرتها يبقى نم جيدا وكل طعاما صحيا دي النصايح علشان تكون happy teenagers طبس أسئلة التي تشوز عندنا عشر أسئلة جريت يا جماعة نوقف قبل ما نجاوب ونحاول نجاوب وبعد كده نشغل ونشوف إيجابتكو صحة ولا لا I study space to make my handwriting better أيوة كولوجرفي أنا أدرس الكولوجرفي اللي هي فن الخط علشان أجعل الكتابة بتاعتي أفضل we are very space to our parents who helped us a lot we are very أيوة grateful لأن نكون ممتنين جدا لوالدنا اللي ساعدونا كتير I usually space a rest when I feel tired تمام have a rest أو take a rest لو ما وجود I buy modern sorry I buy food from the street food seller صح بشتري الطعام من بائع الطعام المتجول سؤال رقم خمسة it's important من المهم to space empathy التعاطف when your friend عندما صديقك has an accident show empathy تظهر التعاطف our manager المدير بتاعنا space the interview for many people online بيقوم بعمل هو اللي بيعمله هو اللي بيسأله لا سئلة تمام يعني يبقى did the interview أو the interview اللي اتنين صح اللي بقى لك do the interview يعني ايه يقوم هو بطرح الأسئلة لكن have the interview معناها ان هو بيتلقى الأسئلة وهو الشخص اللي بيستمع إلى الأسئلة عشان يجوابها تمام اللي بيتم معاه المقابلة I am looking forward صح رقم سبعة أنا أتطلع إلى ودايما looking forward to زائد الverb I نجي they space the school this week هم they خلي بالك this week هذا الأسبوع هم هيدهنوا المدرسة هذا الأسبوع يبقى are painting هم سيدهنوا في المدارع المستمر الذي يعبر عن المستقبل استخدمت معاها this week يبقى this week هنا استخدمت للتعبير عن المستقبل the cat is sitting in the sun القطة بتجلس في الشمس إيه حالها وهي بتجلس بقى الظرف بتاعها لازم أجيب ظرف هنا علشان نوصف جلوس عملية جلوس القطة بتجلس أيوة بكسل في الشمس إيه lazily بكسل طبعا عارفين الظرف ما يجيبه زي الظرف بيجي من الصفة اللي هي lazy بشيحط لها l y بس دي عشان آخرها y بشيلي y وحط i l y how often do you space dinner طبعا هحط أي و infinitive مصدر make دايما يا جماعة عندو أو does يأتي بعدها المصدر من الفعل سؤال الخمس عندنا تصويب ما بين القوسين he always تمام plays مضارع بسيط he always plays football in the street مضارع بسيط always speak دايما تحدث يبقى أنا عايزك تتحدث بهدوء وبيقول دايما تحدث بهدوء يبقى أنا محتاج ظرف برضو هضيف اللي quiet watch out سمع ناس بتقول watch out من علامات تمام المضارع المستمر watch out يعني خلي بالك the bus البس طبعا هحولها لمضارع مستمر تبقى is وحط للفعل come it was and لقد كان سؤالا سهلا يحوله من ظرف الى صفة تمام اشيل ال i ال why وحط مكان why تبقى easy question خدها قاعدة كده انت وهي وهو لو عندي verb to be اللي هو am او is او are او was aware على طول ييجي بعدها صفة verb to be am او is او are او was aware بيجي بعدها صفة adjective تمام ننتقل الى السؤال التالي وهو سؤال paragraph عايزني اكتب 90 كلمة عن what you do ماذا انت تفعل at the weekend او weekend activities ممكن نعتبرها انشطة عطلة نهاية الاسبوع ممكن نيجي بكذا معنى what you do at the weekend ماذا تفعل في عطلة نهاية الاسبوع او activities you do at the weekend او the weekend activities ده هو paragraph المقترح لكم مسايف فراغ في السطر الاولاني فقط كده ادي كلمة تمام وفي عندي جملتين افتتاحيتين مكتوبين في الاول اهم في الجملة الافتتاحية التانية بعد كلمة write about انا ساكتب عن احط عنوان الparagraph اللي عندي اكتب عن about what اه بس you ضمير you ضمير الفاعل بحوله الى i ماذا انا افعل في نهاية الاسبوع ضمير الفاعل you بتحاول ضمير الفاعل i وانا بحطه بعد about انا ركبت كده الparagraph اللي عندي مع الجملة الافتاحية التانية تمام ونقرأ بقية الparagraph لو فيه كلمات مش مفهومة ياريت اكتبها لي في التعليقات وانا هرد عليكم ان شاء الله ووضح لكم الكلمات الغامضة وكده نكون خلصنا امتحانا اتمنى ان يكون امتحانا عجبكم لايك للفيديو دعم لنا ودعم للقناة احبتي اللايك اللي انت بتضحها للفيديو هي بمثابة كلمة شكري منكم لينا لو عجبك او لو حسيت ان انت استفدت معنا ما تبخلش علينا باللايك بالنسبة لنا يعني الكثير نبدأ مع بعض في او ندخل على الكوز عبارة عن خمس اسئلة بس اسئلة مستواها مرتفع زي ما عارفين اسئلة اوائل الطلبة بتاعتنا فياريت الكل يفكر كويس في الخمس اسئلة ويحاول يجاوب عليها في التعليقات مع كتابة الاسم والمنطقة اللي انتم منها يارب كلكم تقدروا تجاوبوا عن الخمس اسئلة معا محدش يخاف محدش يعني يخجل ويجاوب في التعليقات حتى لو غلطنا بتعلم من اخطائنا طيب اول سؤال he works جايب لي hardly he is active he جايب لي hard works he is lazy هو يكون كسول my brother is taking an interview for a new job he wants to work in a factory i السؤال الرابع i congratulated my pupils at the first term تمام i congratulated my pupils حرف جر ايه مكان at my father was angry because my brother came lately اتمنى ان شاء الله ان كل اصدقائنا اصدقاء القناة يوفقوا في الاجابة عن الخمس اسئلة معا ما تنسوش كتابة الاسم والمنطقة اللي انتم منها واستنونا الفيديو القادم بإذن الله يوم الحد ومعدنا الاسبوعي كل يوم حد حينها اترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة